السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم على الجميع بقى انا كتير ما تقابلناش مع بعض المتأمل في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمعاني اللي وراء الكلام تلاقيه كان بينقلنا رمضان والصيام من مجرد معنى ايماني لمعنى مادى ملموس كأنه ضيف كأنه انسان يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يأتي الصيام يوم القيامة شفيعا لاصحابه كأن فيه انسان هيجي جنبك يوم القيامة يتكلم بالنياب عنك يقول يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة طول النهار فشفعني فيه كأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بينقل المعنى من مجرد شيء انا بحس بيه لانسان محتاجة كريمه لانه هيكرمني في الاخرى ولان رمضان ضيف كريم على ربنا قبل ما يبعته بغير الكون كأن ربنا بيغير الملكوت عنده فوق بحيث انا اشعر ان فيه حاجة كبيرة جايالي فبيقفل ابواب النار ويفتح ابواب الجنة ويبعت رمضان معا سلاسل تتسلسل بها الشياطين اللي بتخلينا نكسي عن اكرام هذا الضيف وبقدر اكرام الانسان لشهر الصيام وتقديسه لشهر العبادة وتقديسه للصيام بقدر ما ربنا ان شاء الله يكرمنا في الدنيا وفي الاخرى فكل سنة وانطن طيبين وتعالوا نستقبل رمضان بالمعنى ده اني على قد مقدر هحس ان فيه انسان عايش معايا عايز اكرمه يوم بصدقة ويوم بركعتين بالليل ويوم ما سمعه معايا قرآن ربنا وانا بقراه في وردي ويوم اخده معايا عزومة ووريه ازاي انا انسان عندي وده وقلفة مع قريبي واصحابي كأن فيه حد عايش معايا شهر مطلوب من انا استضيفه واكرمه عشان يردلي الاكرام ده كشفاعة يوم الايامة اتأخرت عليكم شوية السنة دي في اعلان برنامجنا برنامجنا السنة دي اسمه حائر حائر هي خلاصة تجربتي مع حضراتكم يمكن مئات الاسئلة اللي كنت بستقبلها في الندوات لما بقابل حضراتكم وجها الوجه في الجامعات او في النوادي قصاصات من الورق مليانة بالاسئلة اللي محيرها الشباب والبنات الاف الاسئلة اللي استقبلتها على الموقع عندنا وعلى السوشيال ميديا بعد كل حلقة تتفرجوا عليها بتسألوني على مواضيع تهمكم جدا يمكن مئات البيوت اللي دخلتها مليانة مشاكل وسر المشكلة حيرة عند اهل البيت في معلومة لو عارفوها مش هيبقى فيه مشكلة خالص انا لفيت على المواضيع المحيرة دي واخترت منها على عدد ايام روانان تقريبا 29 موضوع مواضيع محيرة في عقدتنا في ربنا وحكمته من افعاله مواضيع محيرة في الحضور والخشوع في العبادة في الحب في الجواز في الطلاق في الناس اللي بنحبها وبتسيبنا في وسط الطريق في الشغل في ثقة بنفسي وإحساسي بكياني مواضيع محيرة في كل مرة نمسك موضوع واجواب لكم على اهم اسئلة محيرة جو الموضوع ده اتمنى ان انا في رمضان السنة دي ادخلكم عالم الحيارة وطلعكم مرتحين البال ناس كتير جدا ما بتبعاش اسئلة يمكن خايف يسأل يمكن مكسوف يسأل يمكن حاسس انه مش من حقه يسأل لان سؤاله ده فيه اعتراض مثلا على ربنا فبيستحي من الله انا هطلع الاسئلة دي بحيث ان اللي سأل اتمنى ان انا اديله الاجابة واللي ما سألش حيرة غيرك غالبا بتبقى حيرتك عشان كده اتمنى تخشوا معايا السنة دي رحلة حائر وفي كل مرة ان شاء الله في كل موضوع اخترناه هقدم لكم خلاصة تريح بال كل حائر يارب البرنامج السنة دي يارب يكون فيه تعريف على انفسنا الواحد يطلع عارف نفسه وعارف عيوبه وعارف مميزاته وعارف ربنا سبحانه وتعالى وعارف النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسهل طريق السير الى الله كل سنة وانطيبين استنيكم ان شاء الله كل يوم السنة دي برنامجنا على ان شاء الله باذن الله يعجبكم وكل يوم مع حيرة شغل بالكم وحائر عنده تساؤلات وقدم لكم خلاصة تريح بال كل حائر كل سنة وانطم طيبين السلام عليكم